اشتركوا في القناة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لجلالتكم ان اضع بين يديكم الكريمتين انجازا جديدا يسجل باسم مملكة البحرين الغالية في مجال الاتصالات وان ارفع الى مقامكم السامي ابلغ التهاني والتبركات بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات التابعة لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية حسب تقرير الامم المتحدة حيث ان المملكة تقدمت سبعة مراكز بعد ان كانت في المرتبة الحادية عشرة عام الفين وستة عشر انما نحظى به سيدي من لدنكم من ثقة غالية وتقدير لجهود ابناء شعبكم الوفي ورؤيتكم لمستقبل المملكة التي تتخطى حدود التميز لتصل الى المنافسة العالمية جعلت من قطاع الاتصالات في مملكتنا وجهة للكثير من الشركات الكبرى من خلال سوق الاتصالات المفتوحة للشركات ومقدمي ومزودي الخدمات التي بدأنا نؤتي ثمارها وبقوة من خلال الانجازات المتوالية التي يحصل عليها القطاع وهذا نتاج لتوجيهات جلالتكم السديدة وبصيرتكم في رؤية المستقبل المشرق لمملكة البحرين بما يحقق النهضة الشاملة والاستقرار سيدي لا يسعني ختاما سوى الدعاء لكم بالتوفيق والسداد ويسبغ الله على جلالتكم ثوب الصحة والعافية ونعدكم ببدل كل جهد ممكن لتبقى دائما مملكتنا الغالية في رفعة وتقدم وازدهار أدامك الله لنا قائدا وسندا وللبحرين عزا وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التحية والاحترام كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر